مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في مواعد نشرة حوال التقسي تطلع لكم من قناتكم قناة الوطنية تيفي إذن بدأوا نشرتنا الجو فيديو لنهار اليوم بهذه الصورة الغريبة والعجيبة في نفس الوقت إذن نروحوا بكم بالضبط إلى شلالات الدم المتواجدة بالضبط بالقرى القطبزة الجنوبية بالنسبة للوضعية إن شاء الله لنهار اليوم الاثنين استقرار جو فيديو رح يكون مؤقت لأنه ترابة جو فيديو رح تبدأ غدوة إن شاء الله ابتداء من يوم الثورة على غلبية الولايات بعض الزخات من الأمطار إذن رح تكون قليلة نوعا ما على إذن ولايات عتلمسان مطيقة الغزاوت على سطيف باتنا أجواء غائمة دون فعالية على الوية السحلية الوسطى الشرقية والغربية كذلك إذن أجواء تبقى غائمة على شمال الصحراء وسط الصحراء ومرتفعة الهوغار والتسليل درجة الحرارة إن شاء الله لنهار اليوم قلوا عليها درجة حرارة فصلية على العموم إذن على غلبية الولايات السحلية الداخلية ولاية الهداب العليا حتى تستمر درجة حرارة فصلية حتى أغلى على غلبية الولايات الصحرابية نسجل مقياس 26 درجة على الجزائر العاصمة وضوحها بعض الظاهرة ترتفع بمقياس درجتين إن شاء الله 27 درجة مئوية على عمنا بطار فسكيكدا القالة 23 درجة مئوية على وهرن مستغانم 27 درجة مئوية سجلوها على سعيدة 23 درجة مئوية على سطيف تنخفض بمقياس درجتين على الجلفة لغوات تيارت لحق مقياس 27 درجة مئوية حتى الخطر رابط مع البيض ومشرية وأنعامة بنسبة الولايات الصحرابية درجة الحرارة إذن نسجل متى 28 حتى 22 درجة على شامل الصحراء 36 درجة بوسط الصحراء تنخفض مقياس درجة واحدة على أدرى واتمية وثلاثين درجة كأعلى مقياس بأقصى الجنوب برج برج المختار عن قزة معين أزوى وأباليسا حانت البحر إن شاء الله لنهار اليوم مضطرب على أغنبيات خاصة سواحل الشرقية الوسطى الغربية يرجى قلي اضطراب على سواحل العوانة جيجل اتجاه ترجح على السواحل الشرقية إن شاء الله رح تكون بإذن الله جنوب الغربية تعود ترجح الشمالية تماما على سواحل العوانة جيجل إلى جنوبية تماما على سواحل تنس دلس إلى الشمالية غربية على سواحل الغربية سواحل مرسى بنهيدي مشاهدين اللي هنا حقنا ختامة نشرتكم جوزانها الزوم الاثنين نختموها بغروب إن شاء الله بغروب الشمس لحكونا على ساعة 55 دقيقة مساء نقول لكم لمزيد من المعلومات مع لكم غير تزوروا مواقع قناتكم قناة الوطنية تيفي أكيد لهي دايما في خدمتكم قلكم بقاوا مع برامجنا طبعا شيقة بقاوا لأخير تلف روحتيكم